اشتركوا في القناة أيها الأحباء اليوم رح أتأمل أنا وياكم بمثل الغني والعازر الفقير يلي رح يكشف لنا اليوم واقع الحياة بين الإنسان الغني والإنسان الفقير الهدف بيخلينا نتحمل الفقر وصعوبات الحياة خاصة بهالأيام ويعلمنا هالإنجيل كيف نتسلح ضد تجارب محبة العالم والمال كما وبيكشف لنا نهاية هالإنسان الغني والفقير بالحياة الأبدية بإلا الذهبي الفم بإعطائنا الصدقة نماثل الله تعالى وكأنها الصدقة هي العمل الأكبر يلي بيخلي الإنسان إنسان إذن الغني ليس فقط بالمال والأملاك وإنما الغني هو الغني بالله والفقير هو فقير الروح تعرفوا أنه أول عذى إلى يسوع المسيح هي تطويب هؤلاء المساكين بالروح أي فقراء الرب ما تعمل معهم بأساوي لا لأنه كان هو بيشبههم كتير لأنه ما كان عنده ما كان يسند إلي رأسه المساكين بالروح لكان هني يلي يشاء أن يخلص الكل المساكين بالروح هو يلي إذا لطمت على خد الأيمن بيحول لك الآخر مش خوفا منك بل حبا بخلاصك وطوعا لوصايا الرب المسكين بالروح هو يلي إذا جاع وعطش إلى البر هو الذي يعمل الرحمة أيها الأعزاء الغنى المادي ليس مقياس الإنسان بل الغنى الحقيقي هو الإيمان بالله والعمل بوصاياه الغنى الحقيقي يكون بقدرة على منح السعادة للبائس توب لكم أيها المشاهدون لأنكم أغنى الأغنياء بمحبتكم للرب ولبعضكم البعض لأنكم تبحثون عن كل جوع وعطش وعري في الآخر وتقولون إذا لم نشبع الجائع فنحن جائعون وإذا لم نسقي العطاش نحن عطشانين وإذا لم نلبس العريان فنحن عريانون فهنيئا لكم هذه النعمة والبركة الإلهية ففي هذا الصوم المبارك نصلي مع الذهبي الفم ونقول علمنا يا رب أن نتخلى عن محبة أنفسنا وعن أننيتنا ولا نكتفي بمحبة أهلنا والمحيطين بنا علمنا يا رب أن نفكر بالآخرين وأن نحب من حرم من المحبة وارحم يا رب كل فقراء العالم واغرز حبك في كل قلب مننا يا أبا المراحم وإله كل تعزي أمين ترجمة نانسي قنقر